لو عندك صور مش واضحة او عندك صور ابيض و سود او عندك صور قديمة شوية مش هتضطر خلاص ترجع تستخدم برنامج الفوتوشوب او تكون محترف علشان تعمل الكلام ده معنا النهاردة برنامج حيغنينا ان شاء الله عن استخدام كل هذه البرامج واللي بيستخدم تقنية الزكاء الصناعي AI طبعا انت من خلال البرنامج ده هتقدر تعمل تحسين للصور دي وتخليها بأعلى جودة بضغط زر واحدة فقط ده اللي هنشوفه ان شاء الله اليوم في الحلقة وطبعا قبل ما نبدأ الحلقة ادعوكم الاشتراك في قناة قناة عرب للمعلوميات وتفعيل زر الجرس وطبعا اديني رايك للفيديو وتعليق مناسب اسفل الفيديو ومشاركة الفيديو على جميع وسائل التواصل ويلا بينا نبدأ الفيديو مباشرة على بركتي البرنامج اللي معنا النهاردة يا شباب هو برنامج هباو البرنامج اللي بين ايدينا ده يا شباب مسؤول عن تعديل الصور بواسطة الزكاء الصناعي بيعمل تحسين جودة الصور وتقدر كمان تعز التفاصيل اللي في الصور والالوان اللي معانا علشان يخليها اكثر وقعية بكتير وافضل بكتير من الشكل القديم اللي هي كانت عليه لو صورة ابيض وسود يخليها بالالوان لو صورة مثلا عليها ضباب مش بين قوي حتظهر بشكل واضح من ضمن كمان الحاجات اللي بيعملها بيحسن المشاهد الطبيعية تقدر برضو تحسن الصور الفوتوغرافية بتاعتك اللي انت مستورها قبل كده صورة قديمة عندك او صورة مثلا مش واضحة قد كده مثلا فالبرنامج بيوضح الكلام ده وكمان الصور التاريخية وغيره من الصور اللي انت تقدر تستخدمها على البرنامج كمان بيزيل العيوب اللي موجودة على الصور تقدر من خلال البرنامج ده وتشير التشوهات اللي موجودة في الصورة او تقدر تشير التجعيد او البوع مثلا على وش معين او مثلا على صورة معينة كل ده من خلال هذا البرنامج الرائع حيحسن لك الصور بضغط الزر فقط وبدون اي خبرة سابقة منك فيالله بينا نبدأ كده نخش نحمل البرنامج ونتعرف ازاي نسبته ونتعرف ازاي هنقدر نحسن عليه ونعمله مراجعة شاملة على هذا البرنامج طبعا هنتوجه الى رابط الموقع اللي هو موقع البرنامج اللي هتلاقه الرابط الخاص به موجود اسفل الفيديو وفي اول تعليق هنتوجه للموقع ومن خلال تجربة مجانية طبعا البرنامج بيتيح ليك تجربة مجانية تقدر طبعا تجرب البرنامج مجانا وتحصل على جميع النتائج مجانا ولكن طبعا ازا يعني احببت زيادة في الخطة المدفوعة فطبعا بتروح جاي منزل البرنامج من هنا سيف بهذا الشكل بعد عملية التنزيل هتفتح البرنامج بشكل عادي جدا بهذا الشكل وتعمل ياسو وبخطوات بسيطة فقط هتعمل انستول وطبعا هتقدر على طول تسبت البرنامج طبعا قبل بدء تشغيل البرنامج هنتعرف على وجهة الموقع الخاص به والبرنامج ده بيديني ايه المميزات بتاعته زي ما احنا شايفين هنا من خلال الموقع بيحتوي على أجهة عربية بيقول انه هو افضل محسن الصور اللي هي AI بالزكاء الصناعي تقدر من خلال الزكاء الصناعي طبعا انك انت تتحسن الصور دي على كل من نظام الويندوز والماكنتوش تقدر طبعا بنقرة واحدة انك انت تتحسن الصور دي وترفع دقتها تلقائيا من دقة اقل الى دقة اعلى تقدر برضو بسهولة انك تشير الضوضاء اللي موجودة على الصور زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي تقدر تكبر الصورة وتوضحها دون فقدان الجودة الخاصة بيها على الاطلاق وعندنا هنا مثالة هوة للصورة هنا معتمة طبعا بتعمل كده زي ما احنا شايفين بعد طبعا النتيجة الخاصة بالبرنامج فيه فرق كبير واضح بين الصورة الاصلية والصورة التانية وهنا برضو عدة امثالة هو يعني هنا صورة ابيض وسود حولها للصورة بالالوان كأنها صورة طبيعية جدا من خلال تقنية الزكاء الصناعي طبعا زي ما احنا شايفين اهو صورة يعني معتمة شوية بيبدأ يعمل لها توضيح وتحسين في الحدة وطبعا الانارة الخاصة بيها طبعا صورة هنا مغباشة شوية او يعني اه معمول لها بلور شوية كده بتقدر اهو من خلال تقنية الزكاء الصناعي في البرنامج انك تتحسن الجودة بتاعتها لدقة مذهلة زي ما احنا شايفين بنيجي نفتحه بيظهر باللغة الانجليزية من خلال الترات شورة اللي فوق دول بالتوجه لقيمة ونحوله اللغة اللي احنا عاوزينها وطبعا هنا اللغة العربية هتقدر من خلال طبعا انك انك انت بس تسحب صورة وترميها هنا هيبدأ هو يتعامل معها لو انت عاوز اه طبعا تختار الملف ممكن انت على طول تبدأ من هنا اختيار ملفات وتروح للفولدر اللي انت عاوزه وتحدد الصورة فطبعا هنختار صورة مثلا ابيض واسود زي الصورة دي كده طبعا عاوزين نحول الصورة ديت من ابيض واسود لالوان عندنا هنا اربع قوايم في البرنامج مسؤولة عن تعديل الصور بالذكاء الصناعي اول واحدة النموذج العام دي طبعا اللغة العربية شوية مش موضحة في الترجمة من خلال الخاصية دي تقدر تحول الصور اللي مش واضحة الى صور اكثر وضوحا ونقوة الابشن التاني هنا لو عندك صور فيها بكسلة شوية او مش واضحة فيها شوشرة بتقدر برضو من خلالها تعمل لها تنقية النموذج التالت هنا بتعمل تصفية للوجوه يعني لو انت عندك صورة بالوش عاوز تعملها اوضح شوية من خلال هذا الخيار الخيار الاخير هنا بتلون الصور اللي هي بالابيض والاسود طبعا عندنا هنا بعد كده تقدر ترفع دقة الصورة زي ما انت شايف هنا من مية في المية عاوز تخليها اكتر دقة امتين في المية ربعمية في المية تمنمية في المية او تعمل لها تخصيص زي ما انت عاوز طبعا تقدر هنا من خلال اعداد التصدير انك انت تعمل مثلا تسريع طبعا هيبدأ يخلي اعدادات طبعا البرنامج اكتر سرعة شوية ومن هنا بتحدد المكان الخاص بحفظ طبعا المشروع هتروها جاي عامل على طول معينة التأثير وطبعا هتنتظر شوية عبال لما يخلص طبعا عمل البرنامج طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما انتهت عملية التحويل زي ما احنا شايفين فرق كبير جدا الصورة كأنها يعني تلوين بشكل طبيعي جدا الالوان يعني تضاهي للشكل الحقيقي من ابيض لأسود الالوان بشكل يعني ممتاز جدا جدا طبعا تقدر تعلي بقى جودة الصورة اكتر من كده من كلال اختيار الدقة هنا متين في المية ربعمية في المية وتقدر برضو تعمل على طول تحسين للصورة من هنا لتختار نموذج عام بهذا الشكل وتروح جاي محول الصورة من البكسالة مثلا في الدقة الاعلى الى صورة احسن بشكل طبعا من هذا الخيار او طبعا تقدر هنا تقدر من خلال الخيارات الاخرى انك انت تزود ايضا الصورة دي بهذا الشكل طبعا بعد ما بتخلص هتعمل تصدير فبعدك هتقول له افتح المجلد تمام بعد ما عمل عملية التصدير وزي ما احنا شايفين يا جماعة الصورة هي بكامل الدقة شيء عالي جدا شيء ممتاز الوان طبيعية جدا وحاجة جميلة البادلة هنا بتلونها باللون تحس انها بدلة طبيعية الروب بتاع الدكتور نفس الموضوع شيء جميل جدا هنختار صورة تانية زي ما احنا شايفين الصورة مش واضحة معمول لها زي بلند كده تمام عاوزين نحسن الصورة دي بشكل واضح نخلي الوش ده بشكل واضح هنخش على اول خيار ده اللي هو النموذج العام زي ما احنا شايفين هنا في مدك هنا خيارات انت هنا عاوز تحسن الجودة بشكل كبير جدا يعني بوضع بطيء شوية فبتختار جودة عاوز بشكل سريع توصل للدقة تمام فانت بتروها جاي مفعل الوضع السريع علشان يسرعلك شوية طبعا الخيارات برضو من خلال الدقة تقدر تحدد الدقة اللي انت عاوز توصلها وكل طبعا ما بتختار دقة اعلى كل ما البرنامج بيقعد وقت اكبر فعشان كده مثلا بيكون خيار مية في المية يعني بشكل سريع شوية للناس اللي عاوزة تسرع البرنامج خلال طبعا النتيجة لو ما تلقيتش النتيجة مرضية بتكبر الدقة شوية عن كده عاوز لما بتوصل للدقة اللي انت عاوز فبنبدأ على طول كده فبيبدأ على طول البرنامج بيروح جاي واخد على طول بضغطة زر واحدة بيبدأ يعمل معالجة للصورة وحنشوف مع بعض النتيجة دلوقتي بعد ما ينتهي من المعالجة وزي ما احنا شايفين الاختلاف بعد ما عاوز طول عملنا اهو توضيح الصورة في اختلاف كبير هنا هو بين الصورة المغبشة او الصورة اللي عليها بلند وبين الصورة اللي هي معمول لها تصحيح اللي احنا شايفينها اهو هنا العين مش واضحة هنا العين بقت اوضح في هنا اهو البشرة بقت صافية اهي عن البشرة هنا والسنان هنا اوضح من السنان هنا طبعا اه بكده يعني انت بتكون حددت ووضحت الصورة بتاعتك بشكل جميل وطبعا بيديني هنا الاحجام بتاعت الصورة قبل وبعد تمام وطبعا تقدر انت تعلي الجودة اعلى من كده بكتير كمان من خلال الدقة ومن خلال انك انت اه تخليها جودة اعلى من هذا الخيار طبعا الخيارات دي بتديك جودة اعلى ولكن انا طبعا عملت الاعداد بشكل سريع والنتيجة مرضية وجميلة زي ما احنا شايفين هنعمل برضو تصدير ومن خلال طبعا فتح المجلد هنقدر برضو نشوف الصورة بالحجم الطبيعي بتاعها تقدر برضو من خلال نموذج تقليل الضوضاء دوتها شباب انكم تقدروا تعملوا تقليل مثلا النويز اللي في الصورة يعني مثلا في حاجات زي كده تقدر تعمل تقليل النويز على الصورة نفسها فانت تخش على طول برضو من خلال معاينة التأثير بالشكل دوت يبدأ على طول يعمل اعداد واجراء وكمان ويحسن اكتر واكتر في الصورة بالنسبة لخيار نموذج الواجه زي ما احنا شايفين من الصورة اللي هو البرنامج مديا انت هنا زي لو عندك صورة بالشكل دوت وعاوز تعمل اضاحة للواجه سواء بقى تعمل بشرة نعمة او بشرة حدى فيها ظهور يعني فانت بتختار الخيار دوت وتعمل على طول معاينة التأثير وطبعا بتزبط الاعدادات بتاعتك زي ما احنا قلنا على حسب الجودة اللي انت عاوزها وبتنتظر طبعا عبال لما البرنامج بيونهي الاعدادات الخاصة به وبتشوف النتيجة في الاخر طبعا نتيجة مرضية ومزهلة للغاية وزي ما احنا شايفين في النتيجة هنا ها يا شباب طبعا في خيار نموذج الواجه دوت زي ما احنا شايفين النتيجة ظهر خاص ما بين فرق كبير ما بين صورة الواجه فيها مش واضح بالتفاصيل وهنا واضح بالتفاصيل طبعا تقدر تنزل البرنامج مجانا وتعدل عليه ما شئت من الصور من الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج تمام وطبعا مستنى تعليقاتكم في اسفل الفيديو وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اتمنى من الجميع عمل لايك وشير وتبعا سبسكرايب للقناة وبكده نقول في النهاية لحضراتكم شكرا لكم اشتركوا في القناة